السلام عليكم كديري لبس عليكم كنتم انكم تكونوا على خير و بخير اليوم وكيف ما طلبتم مني غادي ندلكم وصفة واحدة في الفيديو باش يسهل عليكم انكم تلقاوها بسهولة وما يكون حتى فيديو طويل بزاعة اليوم غادي نحضر معكم واحدة حلوة ما عرفتشوش بيسكوي كوكيز او غريبة مهم انتم معوني واني اعطيها السمية اللي كتناسبها كتجي رائعة بزاعة اقتصادية كتوجد بسرعة يعني في دقائق واكيد اذا شربتوها غادي تعجبكم بزاف 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 فاقليونا نشوفو المكونات المقادل اللي غنحتاجوها غنحتاجو اول حاجة جوج ديال البيضات غنزيدو معاهم شوية ديال الملح ودائما وكما العادة البيض خاصوه يجبت قبل متلاجا ما نبغيو نستعملوه ايا في الحلوة ايا في الكيك غادي ندروا واحد الكاس ديال السكار او كاس ورباء على حسب النوعية شكولات اللي غا تستعملو من بعد سوف نزيدو كذلك كاس ديال الزيت ودائما العبار بالكاس ديال العنباء الكبير يعني في السوائل 200 ميل لتر وبنسبة للسكار 150 جرام الكاس سوف نزيدو كيس من السكار المسم بالفاني ونخلطو غير بالطراب اليدوي حتى نحسو بان البيض تخلط مزيان مع السكار يحوده بسكار فيه سوف نزيدو واحد المعالقة كبيرة ديال كريمة الشكولات فقط تعطي ماداق واضافة زوينة بزاف لهاد الحلوة ما عندكم ش ممكن تستغنو عليها مش مشكلة وغادي نستمر كنخلط دائما حتى كنحسو بي حتى هو نساجم بعد كنزيدو وباقي الاضافات جوج اكياس من الكاكاو المور يعني اللي بلا مش حلو كل كيس في سبعة قرأة وانا دائما كنخلط باقي الاضافات لانا استعماله نقوم باقي الاضافات الاخرى كتبقه خطيارية هنا نملك شكولات مر يملك بها كاكاو عالي تشعر التكاص وربعة ديال السكار اقوم بعمل شوكولات عادي لنقصم الكمية السكار حتى يجب عليك ان يجب عليك كمية السكار ونقص في شوكولات عادي مقطع رقيق و قصية صغيرة وقصية كوكو ومحمرة ونقص بعمل ممكن اضافة أو قرقع وغرب سيصغنة يعني مش ضروري تديرو بحل درس انا يعني كدقى الاضافات دائما اختيارية وكنزيدو الضقيق شوية بشوية مع جوج اكياس او كيس ونصف من خاميرات الحلويات اللي مكيبايش تخماره بززاف يديرقي كيس ونصف يعني 12 قرام او 16 قرام بالنسبة للضقيق تقريبا 1-4 كيسان معامرين شنية 400 قران دليل الضقيق وكتبقى على حساب النوعية ديالتقيق اللي كتستعملو يا من الاحسن زيدو شوية بشوية حتى تجمع لكم العجينة ولكن تكون خفيفة ورطمة ضروري هذه العجينة ما تقصر حي لا تقصر حي لا تقصر حي لا تقصر الزيت وكي تجي حتى الحلوى ديالنا لذا ديرو شوية بشوية غنى دخلات لي يعني بالضبط 400 قرام يبغيتو تعبرو بالكاس اربعة الكيسان معامرينش نهائيا نصلح حتى الـ 500 كرام صافي بقيت نضيف شوية بشوية وبالنسبة لـ كيف قلت للإضافات اللي بغيتو ممكن عيواض لفاني متنات نسموه بكشور ديال برتوكال د Rogi jazwín عيواض كريمات الاشكولات ممكن زيدوا مثلا الكراميل حتى هو مزيان تجمع الكمية كاملة وكتبقى كمية كاملة وكتبقى العملية تسجيلها كمية تنسل في اليد ولكن لا تنسل يجب أن تكون صافي 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 نجد أن يكون صافيحة لما كانت صافيحة فران تكون صافيحة مباشرة نشكلها كويرات على حسب الرغبة و لا تريدهم كبارين أو لموية أو أصغر يعني بين 18 حتى 21 قرام أنا قدرت فيهم 21 قرام والصافيحة الأخرى قدرتهم قدرت فيهم 18 قرام و موين يعني من الأحسن يكونوا صغورين يجبون أحسن كما سأستعمل بشوية الزيت حيث تلصق شوية في 7 قرام غير مرة و نشكل حتى تلصق ثانيا نغيره في 7 قرام صافيحة نديرهم كان بعدهم أكيد لأنه يجبونه حتى يجبونه و الفران يجبونه في المرحلة 200 درجة و فرن كهربائي نشعله من الفوق و من تحت 200 درجة حتى يتخن مزيان و قدرت لطاة الصافيحة في وسط الفران تقريبا 10-12 دقيقة لا تأخذ الوقت بزيان لأنها فيها الشوكولات ستقصح لنا إلكترنا لها الطياب فكتب لنا تشقات صافيحة و تجمعها و تخرجها و تقرمش اذا لدينا فرن غازي بحل غريبة أولا نسخن الفران نقصه و تشقق و تشقق و تكون واجدة و هذا شكلها من طابت نجد واحدة و تنهزوها و تنهزوها و تنهزوها و تجمعها و تجد كانتها بسرعة و هو و هذا النقص هو ستجد بسكوية و تتعجب الولدات و يمكن أن تتقدموها بحلاقة مع القهوة أو أتيعد العشية و و لحد يجبونها معهم مدراسة يتعجبون أهم شيء سابقا و سهلة في التحضير جربوها ورضو علي الخبار وما كرهتكم مش تخليولي في التعليقات شنو تبغي ونوجد معاكم يعني شنو هما الوجبات أو الوصفات اللي تبغي في هاد الايام شاء الله القادمة نوجدها معاكم كنشكركم دائما على الدعم وعلى تشجيع المستمر ديلكم وطبعا فاتنساوليش لايك وتعليق زوين بحالكم باش تجعوني اكتر انني ندير وصفاته في فيديوهات اكتر شكرا لكم دائما دائما وإلى اللقاء في فيديو وصفة قادمة ان شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة